هدايات الأجزاء تحدث الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم عن عدة هدايات منها مواصلة لقصة يوسف وذكر مجيء إخوته إليه وطلبه إتيانهم بأخ لهم من أبيهم وصية يعقوب لبنيه ثم دخولهم على يوسف وقصة فقدان صواع الملك هل أخذت العبرة من صبر يعقوب عليه السلام؟ وكيف كانت خاتمة صبره؟ لخص يوسف الأشياء التي أوصلته إلى هذه المكانة فذكر التقوى والصبر فحققها تنى للفوز العظيم رغم كثرة المصائب التي توالت على يعقوب إلا أن حسن ظنه بربه لم يتغير قط بعد هذا الصبر من يوسف وعفوه عن إخوانه بعد كل هذا يدعو الله أن يميته على الإسلام ختمت السورة بذكر آيات الله في الكون ورسال الرسل ونوهت إلى أخذ العبرة من قصص القرآن بدأت سورة الرعد بالحديث عن الكون ودلالاته على عظمة الله جل جلاله ثم ضربت أمثلة للقرآن وبيان عظمته ذكرت عشر وصايا من استجمعها كان جزاؤه عقب الدار جنات عدن يدخلونها تستهل سورة إبراهيم بقصة موسى ورسل الله إلى قومهم وكيف توكلوا وصبروا على ما أوذوا ذكر مشهد من مشاهد القيامة وكيف أن الشيطان يتبرأ من أتباعه فاحذر أن يغرك الشيطان ضرب أمثلة للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ثم تعداد بعض نعم الله على الإنسان فهل شكرتها؟ في قدوم إبراهيم لمكة قصص رائعة من التوكل وتعظيم الله في ختام إبراهيم ذكر مصير الظالمين وحال المجرمين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب